من عناصر نيدي الأهليم لما بيتضم بس خطي بالك الصورة يا مريم على البحر وكمان الطيار الهوى كمان بيبقى متعب يعني النهاردة لما بترفع كرة أو بتستقبل الهوى كمان بيبقى ليه دور كبير جدا مش بس الرملة صدقوني لعبة صعبة جدا على مشتوى السيدات زي ما كمان مريم أكدت طيب من الكرة الطائرة بقى نروح للسكواش الحقيقة مصطفى عسل بيصعد نصف نهائي وبتاسيال دولية للسكواش مصطفى عسل طبعا لعب النيدي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني للسكواش صعد لقبل نهائي بطولة أوبتاسيال دولية واللي بتتلعب في نيدي ويمبلدن في إنجلترا خلال الفترة من 17 والحد 12 مارس اللي احنا فيه واللي مجموع طبعا جويزها بتتراوح في 110 ألف دولر لمنافسات الرجال خلينا نقول ان مصطفى كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الألماني رافيال كالندرا بنتيجة 3-0 في مطش الحياة استمر لمدة 40 دقيقة قدر طبعا مصطفى وبعدين عسل ان هو يفوز على الويلدي جويل ماكين بنتيجة 3-0 برضو فيه مطش استمر لمدة 52 دقيقة مصطفى الحقيقة هيلعب فيه قبل النهائي مع النيوزيلاندي واللي مقدم طبعا بولكول نتائج كويسة جدا جدا في البطولات الأخيرة دي مصطفى في حالة فوزه وصعوده بإذن الله هيستنى طبعا الكسبان من السنائي المصري علي فرج وزميله طبعا كريم عبد الجواد الحقيقة السكواش لعبة ممتعة جدا كابتن هيسم نتائجنا فيها ممتعة جدا احنا منفردين فيها ومصدرين فيها وارقامنا الحقيقة فيها كبيرة جدا مصطفى عسل طبعا نجم النيوزي الاهلي بيحقق فيها نتائج كبيرة جدا ودايما بنشوف نتائج ممتعة الحقيقة في لعبة السكواش ويمكن مصطفى عسل يعني من اللعيبة المهمة ليه اولا السكواش بقى لعبة أولمبية زي ما حضركم عارفين وتم الاعلان عنه مش هتبقى في باريس 2024 لعبة أولمبية ولكن هتكون في لوس أنجلوس 20-28 هيكون السن ده سن اللي استوى فيه مصطفى عسل انا هتصور ان مصطفى عسل النهاردة مش بنبص له كلاعب انه لعيب بيجيب ألقاب لا مهم جدا ان احنا نحافظ عليه نهتم بيه لانه هيبقى يعني راس الحربة بتاعتنا في أولمبيات 20-28 في لوس أنجلوس والحقيقة النادي الأهلي دايما بينطقي الجودة يعني يمكن مباراة مصطفى عسل اللي جاية مع بول كول ويمكن آخر مباراة لي مع بول كول كان خسر خسر 3-2 في مباراة متدت يمكن 90 دقيقة في آخر البطولات فربنا وفاوه يقدر يفوز على بول كول لأن بول كول تصدر تصنيف عليه في فترة وإن شاء الله ياخد هذه البطولة هنسيب مصطفى عسل نروح طبعا نفس اللعبة لسكواش ولكن للسيدات نادا عباس طبعا لعبة النادي الأهلي تأهلت إلى نصف نهائي أبتاسيا الدولية لسكواش بالمناسبة أبتاسيا من البطولات الجامدة أو القوية لأنها بتتلعب في ويملدون في إنجلترا وكل البطولات اللي بتتلعب في إنجلترا بتبقى البطولات level A في البي اس اي او في طبعا دي صورة نادا وطبعا يعني أنا عايز أقول لكم أنه البطولات بتعمل في إنجلترا سواء إنجلترا المفتوحة أو 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 كل البطولات دي بكون بطولات رانك عالي جدا في رابطة المحترفين للسكواش طيب البطولة بتتلعب من 12 حتى 17 مارس إن شاء الله اللي احنا فيه خلينا نستعرض مشوار نادا في البطولة فازت في البداية على الإنجليزية ميلي بنتيجة 3-0 في ماتش استمر 26 دقيقة فقط وبعدين قدرت لعابة الأهلي إنها تفوز على الولزية تيسني مورفي بنتيجة 2-1 في ماتش ماراثوني استمر 53 دقيقة أو 53 دقيقة في السيدات ده وقت طويل نادا هتلعب قبل النهائي مع المرشحة الأولى اللي فوز بلقب البطولة وهي البلجيكية نيلي جيلس واللي كانت صعدت لقبل النهائي بعد الفوز على المصرية هنا معتزقة قبل النهائي قوي نتمنى كل التوفيق لنادا إن شاء الله سواء مصطفى أو نادا عندهم الحياة موجات هامة جدا ولكن الحقيقة يعني إن شاء الله يقدروا إن هم يرفعوا راسنا طبعا في هذه البطولة بكده احنا نكون خلصنا أخبار النادي الأهلي ولكن قبل بقى ما نكمل أخبارنا المحلية نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستكمل بقية أخوة اشتركوا في القناة